عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعا بمقر الأكاديمية الوطنية لتدريب لمناقشة استكمال الحوار الوطني في المرحلة المقبلة وخاصة ما يتعلق بالحوار الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتح السيسي ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فعالية في المرحلة المقبلة لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة ناقش الاجتماع شكل الجلسات المقبلة بحضور الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطرحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل قابلة للتطبيق وتقرر كذلك أن يستمر الحوار في عقد جلساته لمناقشة القضايا التي لم يتم الانتهاء منها في المرحلة السابقة بالتوازي مع جلسات الحوار الاقتصادي وتحديد جلسات قريبة لتشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والإبداع ومن جانبه أكد مجلس أمناء الحوار الوطني على دعوة الحكومة في كل الجلسات المقبلة مثمنا استجابة الحكومة لتنفيذ مخرجات المرحلة السابقة من الحوار داعيا إلى ضرورة الالتزام بها ترجمة نانسي قنقر